الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسبغ علينا نعمه ظاهرةً وباطنة أستزيده حمدًا على نعمه وأسأله المزيد من كرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون حق تقواه وداوموا على تقواه إلى الممات وإن مما يُعين على التقوى والاجتماع والاعتصام بدين الله تبارك وتعالى فإن من أعظم غايات الشريعة الإسلاميَّة الباسقة اجتماع الكلمة وأُلفة القلوب بين المسلمين فبهما تتحقق مصالح الدين والدنيا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إِذ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ونحمدُ الله عز وجل على ما منَّ به على هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية من نعمٍ كثيرة أعظمُها وأجلُّها نعمة التوحيد والإيمان وكذلك نعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف التي ما تمَّت إلا بتلاقِ القلوب على هدي الكتاب والسنة على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله الذي أيَّده الله ونصره ومكَّنه في أرضه فوحَّد أطراف المملكة العربية السعودية وجمع شتاتها سائرًا على شريعة نبي الرحمة نبينا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما فجعل القرآن دليلة والسنة سبيلة فأصبح الناس في هذه البلاد بعد أن كانوا قوًا متفرِّقةً في نفوسٍ متناثرة أصبحوا إخوةً متآلفين يتناصرون ويتناصحون وسار أبناؤه الملوك البررة من بعده على طريقته إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودٍ حفِظه الله وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفِظه الله فانتشر الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار وستبقى هذه البلاد بإذن الله تعالى جامعةً بين الأصالة والمعاصرة على نهج الكتاب والسنة متطلعةً إلى مستقبلٍ أكثر ازدهارًا يُتباهى بها بين الأمم قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وفي الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن طاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني ومن النعم العظيمة أيضا على هذه البلاد المباركة خدمة الحرمين الشريفين حيث يشرف أهل هذه البلاد وعلى رأسهم أولاة أمرهم بتقديم كل ما تتطلبه عمارة الحرمين الشريفين ماديًّا ومعنويًّا حيث يؤدِّي زوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم شعائرهم في طُمأنينةٍ وراحةٍ وصفاء نفس يقصدهم الناس من كل مكان امتثالًا لقوله تعالى وإذ بوَّأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تُشرك بي شيئًا وطهِّر بيتي للطائفين والقائمين والركَّع السجود ومن نعم الله العظيمة أيضًا علينا في هذه المملكة العربية السعودية ما منَّ الله به عز وجل من البيعة الشرعية لأولاة الأمر على الكتاب والسنة وانتقال الحكم بين ملوك هذه البلاد بكل ثقةٍ وطُمأنينةٍ ووحدة صفٍ واجتماع كلمة مما يسُرُّ الصديق ويُغيظُ العدو فاتقوا الله أيها المسلمون واشكروا نعمه واحذروا نقمه واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا والزموا كتاب ربكم وتمسَّكوا بسنة نبيِّكم صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم تسليما وأطيعوا ذا أمركم بالمعروف توفَّقوا وتسدَّدوا وتنصروا اللهم لك الحمد ولك الشكر كبتَّ عدُوَّنا وبسطَّ رزقنا وجمَعْتَ فُرْقَتَنا ووحدَّتَ صُفُوفَنا خلف قائدنا وإمامنا اللهم زِدْنا من فضلك وإحسانِك وجودِك وكرمِك واغفِر لنا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفورُ الرحيم ترجمة نانسي قنقر الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون الحمد لله في السراء والضراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمةً للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وخذوا من دنياكم متاعًا وزادًا لآخرتكم وتعرَّضوا لنفحات ربكم والتمسوا أسباب النجاح عباد الله قال الله تبارك وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرَّعوا أي هل لا تضرَّعوا فحثَّ الله عباده إذا حلَّت بهم المصائب من الأمراض والزلازل والريح العاصفة أن يتعرَّضوا إليه ويفتقِروا إليه فيسألوه العون وقد ثمتَ عن عُمَر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما وقع الزلزال كتب إلى عماله في البلدان أن يأمر المسلمين بالتوبة والضراعة والاستغفار وهذه الكوارث والآيات نُذُرٌ تُظهِر ضعف البشر لا يستطيعون ردَّها ولا هم ينصرون ولا هم ينظرون لعلَّهم يحذرون لعلَّهم يتَّقون لعلَّهم يتذكَّرون لعلَّهم يرجعون لعلَّهم ينتهون عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه يُحدِّث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس رواه أحمد وإننا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية مع إخواننا في كل الظروف والأحوال نُشارِكهم في مشاعرهم في أفراحهم وأحزانهم وأتراحهم ولقد تألَّمنا كثيرًا لأحداث الزلزال والفيضان الذين أصابا المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقتين فأحدثا نقصًا في الأموال والأنفس والثمرات وشأن المؤمن عند الابتلاء الصبر والاحتساب والتسليم لينال بشارة الله عز وجل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فخالص العزاء وصادق الدعاء والمواساة لأهلنا في المغرب وليبيا ولقد وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمُب ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نصرهم الله لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسرٍ جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة للشعبين المغربي والليبي الشقيقين تضامناً وإستشعاراً للأخوة الإسلامية ولتخفيف معاناتهم يأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة العربية السعودية المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمرُّ بها فَجَزَاهُمَ اللَّهُ عَنَّا وَعَنِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا وَخَيْرُ مَا نَقُولَ مَا قَالَهُ عِبَادُ اللَّهِ الصَّالِحُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللهم ارحم ضعف إخواننا في المملكة المغربية وفي ليبيا أمام قدرتك وارحم حاجتهم إليك وانكسارهم بين يديك اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا وارزقنا وإياهم والمسلمين توبةً نصوحًا ورجوعًا إليك صادقًا اللهم واغفر لموت الزلزال وآنس وحشتهم وتغمَّدهم برحمتك وأسكنهم فسيح جناتك وأكرم نُزُلَهم ووسِّع مُدخلَهم وافتح لهم أبوابًا إلى الجنة والنعيم اللهم اشفِ الجرحى والمُصابين بشفائك العاجل وخفِّف مُصابهم وآلامهم اللهم اربِط على قلوب أهلهم ودويهم واكفَل الصغير واكفَل الصغير واحفَظ الكبير ربِّ مَسَّهم الضُرُّ وأنت أرحمُ الراحمين أيها الرحمن الرحيم مَسَّهم الضُرُّ وأنت أرحمُ الراحمين اللهم ارحمهم رحمةً تُغنيهم بها عن رحمة من سواك يا الله اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحقِّ والتأييد إمامنا ووليَّ أمرنا خادمَ الحرمين الشريفين لما تُحبُّ وترضى وخُذ بناصيته للبرِّ والتقوى اللهم وفِّقه ووليَّ عهده لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد اللهم وفِّق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك واتِّباع سنة نبيِّك محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم تسليما اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا وسدِّد رميهم يا رب العالمين اللهم أدِم علينا نعمة الأمن والإيمان والرخاء وارزُقنا شكرها وزِدنا من فضلك وإحسانك اللهم عمِّن بالخير والبركة والأمان جميع أوطان المسلمين اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد اللهم بارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله